السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتباكات بالأيدي بين لعبي الأهلي والمريخ السوداني دارت اشتباكات بين لعبي الفريق الأول لقرات القدم بالنادي الأهلي والمريخ السوداني في منتصف الشعط الأول بين الفريقين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا وجاءت الاشتباكات بالأيدي بين لعبي الفريقين بعدما تدخل أيمن أشرف بشكل قوي على اللاعب رقم 6 في صفوف نادي المريخ السوداني بعدما أرسل أفشا كرة عرضية من وسط الملعب وحاول أيمن أشرف تحويلها للمرمى في الدقيقة 30 بدربة مزدوجة لكنه ارتدم برأس لعب المريخ وتوترت الأجواء بين لعبي الفريقين بسبب التدخلات القوية بين لعبي الفريقين خاصة بعدما تقدم فريق المريخ السوداني بالهدف الأول في الدقيقة 25 وجاء الهدف من خلال دربة سابتة لفريق المريخ من منتصف الملعب وحاولها رمضان عجب دربة رأسية قوية بشباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي معلنا تقدم الفريق السوداني بالهدف الأول ترجمة نانسي قنقر